إنتوا لما رجعتوا نوافقوا معاكم أقول لكم أولا بينا ولا هلأ بقولوا لك لا أنا عايز أروح مصر عايز أروح لألمانيا لا أنا بناتي موسوطين في مصر دلوقتي محدش فيهم بيحس يعني بيحس أنه هو ندمان إن إحنا أخدناهم ورجعنا بيهم مصر بالعكس يعني هم شايفين إن هم عندهم سوشيال لايف في مصر أحسن بكتير قوي لما هنا في ألمانيا دي برضو كانت نقطة ضمن الحاجات اللي خلتنا نرجع بيهم مصر عشان أصلحتهم هم زي ما عايز بتقول مش عشان إحنا عاوزين كده وبس لا يعني هو كان فيه اعتبارات كتيرة هم الأساس فيها مصلحة ولادي أصلا أنا في الآخر يعني أنا في الآخر مش عايزة يعني مش عايزة أضرهم أنا في الآخر عايزة أعملهم أفضل حاجة عشان خطرهم بس لحنتين لا تجرب اسمعناها أكثر من مرة اليوم بالحلقة مع هنا أنتوا كنتوا موجودين في ألمانيا وقررتوا العودة إلى مصر أو إلى المنطقة العربية هنا أنت كنت تعيشين في البداية في فرنسا بعدين انتقلت للمغرب وقلت لا أنا أجد الأمان والتمعنينة والحياة الاجتماعية في فرنسا أيضا رفقناك في حياتك في باريس خلينا نشوف كأي مرأة لي والأولادي نفضل حد الساعة نفضل نعيش هنا في فرنسا مرأة لي موسيقى ما كنتش نشتغل خبيرة العلاقات الجينسية في المغرب ترجعت لفرنسا تعرضت للهجوم من نهار بديت الدراسة ديلي في السيكسولوجي انتقادت بزاف يعني نعيت بالنعوت قالوا لي انت عاهرة انت موسيقى 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 يقولوا ليك الدين خط أحمر ما عندكش حق انك تحدد شيء كان طهرت بزاف التعديدات مع العلم انا فقط كنقوم بمناقشة النصص تقولوا انا ملافقة معي شخصي ما تبقلوني موسيقى لأنها قوانين ذو كورية محضة أنا اللي عندي الحضنة ولكن الولاية للأب موسيقى 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 كما عنديش الحق أنني نسافر خارج البلد المغرب بدون موافقة الأب مع العلم هو يمكن لي يسافر بأولاد ووقت ما بغى بدون موافقة يعني أو نشتغل على برة ولا نعمل سفرات تسقط الحضانة ما عنديش الحق أنني كذلك منتزوج نعود حياتي كنت تحسي بدك النقص تعالي العائلة واللمات العائلة على الطاولة أطفالي يحبون فرنسا بزاف ومرتحين كثير كثير هنا في فرنسا ثلاث سنوات عشرة وثمانية وثلاث سنوات أعمال أولادك كنا نتحدث عن الموضوع أي أكثر جملة أو رأي قلتي بنفسك في هذا التقرير بيعبر أكثر شيء عني كعن هنا أي أكثر جملة قلتيها بالتقرير تحدثت عن الدين، عن القوانين، عن الجنس، أي أكثر شيء بعبر عنك كرأي؟ جملة قلتيها بتقولي نعم، هذا أكثر من المجتمع الذكوري وحتى من كما تقولي المجتمع الذكوري، ذكرتي في التقرير، شو بتقصدي لما بتقولي أرفض اليوم المجتمع الذكوري؟ نعم، كان الفرد علي أن نرى المرأة عندها دور عماد المجتمع المرأة وما معطيش لي هالحق ديالها والدور اللي ديرها في المجتمع، ما معطيش ليها في المغرب المرأة ما عنداش حقوق مرأة؟ ماذا تفتأ دي؟ عشان فيه حقوق مرأة، ولكن حسب النقد اللي بيتعرض له بعض القوانين، منها تمييزية، تميز بين الرجل والمرأة شو أكثر القوانين اللي أنت بنفسك أثرت عليك كامرأة مغربية وترفضينها وتعتبرينها تمييزية، مشحفة؟ الوصاية، الوصاية للأب، كيف يعقل أنا الحاضنة، أطفالي معي 24 ساعة، ولكن الأب هو اللي كيتحكم في كل شي، الوثائق الإدارية أنه ينقل الطفل من المدرسة من دراسة، أنا اللي عارفة مصلحة أولادي بعد المرات حنا في المغرب كينين أمهات اللي اتطلقوه، والمدرسة، كتبيت ترجع متلا تعيش عند والديها في مدينة أخرى، ولكن باش تنقل أبناءها من مدرسة، مدرسة أب بدأ موافقة الأب؟ ايه، واش كيوقع لهضر المدرسي للأطفال؟ بالرغم أنه هي مع الحضانة، لكن الوصاية، أيضاً شو قانون تاني بيزعجك؟ هو أنني إلى عود حياتي، يعني أنا طلقت، ومن حقي تتزوج مرة تانية، لماذا أنا إلا تزوجت مرة تانية، تسقط حضانة ديالي، وتروحي للأب، مع العلم الأب إلا تزوج مرة تانية، كيف تتزوج مرة تزوج مرة تزوج مرة تزوج؟ كأمرأة مغربية؟ نقول لا، أنا نعمل للمساواة المرأة، كما نقول لك عماد المجتمع، خاصة تعطي لها القيمة، ونعرف بأنها لا يمكن أن نبني مجتمع، وحنا أن نضح المرأة، لم يكن أعطيها تذوجياً لها، ترجمة الفكرة من أين جاء هذا الشغف وهذه الطاقة وهذه العزيمة الداخلية من عندك اللي ترفع صوتك وعم تقول اللي بدك في شيء واجعك في شيء في شيء في شيء ايه انا كما قلت لك انا ناشطة حقوقية انا تعرضت سنوات سنوات اللي اضطهت بسبب هاد السلطة الدينية والسلطة الدكورية وكنعرف بان السلطة الدكورية تستمد من الدين لهذا انا اه كنقول انا لا دينية وكنقوم بالنقاشات المشكلة كنتعرض للتهديدات بالقاتل انا نقوم بتوعية الناس ها 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 وليهم الاختيار اه دكي حابة حابة في غام مقلبي ان النساء تفتحينها وتعرف قيمتها في المجتمع لانه وعنا للاسف كان نلقاوا نساء في المغرب وكيقولوا اه هذا هو دوري مكاني هو المطبخ لانه وعنا هاشتاك مكانوكي بالمطبخ وفي نساء سيبورت هاد الهاشتاك وانطط ديما عم تضحكي بس عيونك حزنين ايه المغرب وما كراش يعني بلادي تقفتي عندي عائلتي هناك بس ما قدرت نعيش انا واطفالي بخير في المغرب كامراءة مطلقة عانيت بزاف من الظلم بتاع القانون يعني فاش كنشوف انا دوري كامراءة كامراءة بما انني كان مارس الدور دي كامراءة لحماية اطفال دي متعرض يحكم عليها بشهرين حبس بدون تنفيذ لانني حابة نحمي اطفالي لا هذه نقطة اللي افادتي الكأس حكم عليكي؟ بشهرين سجن بدون تنفيذ لانني لما اطلقت كانت عندي بنتي الصغيرة عندها شهرين شهر و لا شهرين والاب عنده حق زيارة كل اسبوع من الجمعة وسبت واحد جاء الجمعة اعطيته الاطفال الكبار وتركت البيبي لانا كنت كنا رضعها قال لي اعطيني البيبي قلت له ما فيها تقاعد ماك جمعة وسبت واحد وهي بترضع راح جاء بمفوض قضائي عمل بانه اعطيته الكبار والصغيرة ما اعطيته هاش وعمل بيه شكاية في المحكمة ومرت قدام القاضي وقلت لي قتلي انا كأم كان نحمي طفل قال لي قدي لا انتي عندك في طالق بانه حق زيارة تعطي ثلاثة الاطفال وتحكم عليها لان انا حبيت نحمي بنتي يعني ما حد راح يفهمني قتل ام خلي شوية وقتك ها تحديث 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 اذا تريد كليكس بس انا بجيب لك خليك تفضلي تفضلي تكمل تحدثت عن هذه القضية من وجهة نظرك طب نحن ما عارفين طبعا الملامسات القضية كلها انت عم تحكيها من وجهة نظرك عشان أذكر هذا الأمر قلتي أنا بحب بلادي المغرب وبحب عيش بالمغرب ولكنك اليوم تقولين فرنسا هي بلد الأمان وبدل بلد التمأنينة لي شو اللي أعطتك هي الحياة في أوروبا في فرنسا في أوروبا فين نعيش حياتي فين نزوج نكون عديل أصديقة أولادي ما تطفرش عليهم معتقد أنا ونسيت لنقول لك هذه النقطة بأن أولادي في المغرب كانوا بمدرسة مغربية وكان تفرض عليهم الدين أنا كلادينية كلادينية كان أحب أولادي يكبروا وهو ما يختاروا المعتقد ديالهم ما بغيش نفرض عليهم الدين كما فرضا علي أنا لم أختار ديني لهذا أحب أن أحب أطفالي يكبروا ويختاروا دينهم في المغرب لا أنت قررت أن هن يختاروا دينهم وعلى أساسها بعدين يشوفوا هن شو بدهم مروى بحالتك أنت قلت لا بالنسبة لأ إلي أنا أولادي هم نحن مسلمين ولادي أيضا مسلمين لما تشوفي أنه هي أخذت هذا القرار فكرت تاخدوا هاي القرار كمان تلقوا جزء من حريتهم أنه يختاروا عقدتهم حريتهم لما يبقوا إن شاء الله معدين السن اللي هو أنهما يبقوا ما يبقوش قاصر يختاروا ساعتها اللي هم عاوزين وكل واحد حر أحترم كل قراءهم بس يبقوا كبار ونطجين لكن ما فيش طفل بيقرر لنفسه حاجة ده مش منطقي فقلت هنا لما يصوروا 18 هو السن القانوني اللي موجود إذا في ألماني أو في مصر مصر 21 ساعتها بتقوله بيكون الشخص بقى يعتبر بالغ ومن حقه يختار اللي هو عاوزه وما شفتيها إنه جزء من التربية إنه أنا نوع في تربية له إنه أعطيه قيم بغض النظر عن الدين وقلت لا أنا بدي ربي به إنه الدين يكون هو بالنسبة له الأساسي لأنه لما سر عامر 21 سنة ورب يتيه على ديانة معينة هل سيختار؟ عادي فيه ناس بتختار فيه ناس بتغير دينته وفيه ناس بتبقى ما بدي بقاش عندها دين أصلا دي ناس موجودة أنا شفتهم برضو يعني في الحقيقة وممكن يبقى لا يديني بعد ما كان طول عمره متربي في أسرة مسلمة ده موجود يعني حضرتك أضرب كده مني هذا لا تفقاش لأنه هنا فش كان فرضوا دين على الأطفال كان سميه التلقين التلقين يعني من صغر كان قموا ببرمجة طفل على أنه يحب شيء بدون استخدام العقل ديانه أنا هكاة كان شوفها يعني من بعد 21 سنة صعب صعب واحد الإنسان أنه كيف يعقل أنه يخدم عقله ومن صغره تلقا على حب شيء أو كره شيء وأنه يكون عنده اعتقاد رأي الاعتقاد هذا مروة شو رأيك؟ خلينا نرجع مروة زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع مش فرض هو الموضوع يعني إحنا حتى لما جينا هنا هما الولاد بيبقوا بالتبعية لنا بيتبعوا الدينة اللي إحنا بنتبعها كأب وأم دي حاجة يعني بديهية يعني بس أنت بحالتك كمان أنا مع أنت تربيت في عائلة مسلمة وقررت بعد ذلك أن تكوني لا دينية يعني أنت مثال واضح للحنا بنقوله أنا صعب أنا كنقول عن نفسي لهذا كنخذ هذه الحوارات لأنني عانيت أنا يعني بعد سنوات كنت كنحب ديني وكنت يعني كنردد ما قيل لي فاش كنت غير حبي هذا هذا شيء جميل الدين جميل يعني المبادئ الحلوة في الدين ولكن فاش كبرت حبي في الدين درسته فاش درسته اكتشفت بأنه ماشي هذا الدين اللي كبرت عليه في صغري ولهذا قررت أن أولادي أن ترك لهم اختيار أنا بنتي تكبرت قل لي يا ماما أنا رح أرجع مسلمة أو مسيحية أو بودية أو لا دينية أو ملحدة إنه اختيارها ليس تلقين كما وقع لي أنا وأنا صعب والنقطة اللي غدي نقول لها لأنه أنا نهار قلت آه أنا كدليل ولكن أنا جاتني صدمة أنا جاتني صدمة وعانيت مدة سنة وصدمة قوية يعني قدر نقوله دخلت في اكتئاب لأنه حسيت اللي هو يجري تحيدت اللي هو يجري تحيدت وحسيت اللي عم تتحدثي عنه هنا هي مثلا قررت أن تكون لا دينية على سبيل المثال في فرنسا تستطيع أن تكون لا دينية ولكن لو بنتك على سبيل المثال قررت في مصر أن تكون لا دينية فما فيه يعني لا يعترف بلا دينية هي مصر دولة مسلمة طبيعي اللي بدي أقوله أنه عندما قررت أن تكون لا دينية وجدت نفسها في بلد أنه تقبلها وقال أنه أنت حريط المعتقد بس في اللان العربية أنه الأغلبية الموضوع اللا دينية منه موجود فإذا بنتك اليوم قررت أن تكون لا دينية وقالت لك أنا لح أرجع على ألمانيا لماما لأنه أنا اليوم هنا قوانين ما بتخليني يكون لا دينية برحتها لها كامل الاحترام والتقدير أنا عملت دوري كأم وهي تقرر بعد كده لما تجبر تعمل اللي هي عاوزها يعني أحنا عندنا قاعدة في الإسلام بتقول كل نفس دقاية يعني وهي قاعدة بناخذها طبعا بناخذ قواعدنا من القرآن يعني ربنا بيقول ده ربنا اللي هو يعني مش أي حد كل نفس بما كسبت رهينا فلكم دينكم ولا دين يعني في الأخير ربنا سايب لنا إحنا الاختيار أنا مين أنا عشان أجبرها هي بعد ما تجبر وتبقى نطجة بما فيه الكفاية تعمل اللي هي عزاية فعلا ده حقيقي أنا بكلم حديك فعلا بمتال أمانة يعني في حد الآن احنا تحدثنا أيضا كثيرا عن تربية البنات هل كنتوا رح تعملوا نفس الشغل لأنه حكيتي أيضا عن موضوع الذكورية اللي موجودة والذكورية بعد الأحيان ممكن تكون في التربية مش ضروري تكون عندكم مش هذا القصد ولكن هل لو كان عندكم ثلاث شباب كنت فكرتوا بنفس الطريقة نعم أو قلتوا نعم رح نختلف أكيد الموضوع لا يوجد علاقة ببنت وولد لأن احنا في الآخر عند ربنا واحد بنت وولد القوانين أو الصح والغلط أو الألال والحرام علينا واحد سواء إحنا بنات أو ولاد فهوما مش هتختلف بنات من ولاد كله زي بعض ولا إليك كمان نفس الشي أو شو فيه شي مع عجبك أو فيه هو ما نقدر إلا جيتنا عقبة ندخلوه في الدين نعقب ولا ما نعقبش عقبة اللي بدك هي أنت ليه أنا وفي الدين لا أنا متفقعش معك في الدين البنت ليست البنت ليست كالوالد أنا قلت أن إحنا هنتحس بكل أدام ربنا زي بعض وفي الإسلام ما كيناش حريات المعتقد بنتك كبرتها على أنها مسلمة فاشكت كبر واختار تقول لك أنا أريد أن نخرج من الإسلام كانت تسمى مرتدة وانتو مرة عارفين حكم المرتد في الإسلام كان أنا لها داخل والله هي ساعتها زي ما قلت لك كل إنسان بيختار يعني مصيره ويتحمل أو قراره ويتحمل نتيجة القرار ده هي حرة هي تعمل هي عايزة ولو ساعتها مصر مش مناسبة لها للعيشة تبقى تسافر أي بلد هي عايزة تسافرها يعني هو الموضوع مش حظر عليها يعني لا ولكن هذه تقولي مرتدة وحكم المرتد في الإسلام هو القتل والله أنا أنا عن نفسي يعني أنا من الأشياء كل واحد حر في دينه وكل واحد حر في اختياراته فأنا ما عنديش تعليق على الموضوع ده أنا من الأشياء مثلا لي خلتني ما نقدرش نعيش في المغرب لأنني مرتدة ولأنها واحد المجتمع دولة إسلامية يعني أي واحد يقدر يقول لك أنا بغي نطبق الدين باش ندخل الجنة نقتل نقتل الإنسان لأنه الرسول قال ما نبدل ديناه فاقتوله ويجو يقتلني يعني في خطر لحياتي نبقى في المغرب هنا في فرنسا لا مع العين لهذا أنا ما حبيش نقول اسمي كامل لأنني كوصول إلى تهديدات في المواقع التواصل ويجو يقول لك راح نلقاك وراح نيجي نقتلك لأنك مرتدة وبالنسبة كذلك كيف تعلبك حالي؟ كان عمل شكاية في فرنسا عملت قال التهديدات اللي وصلتني كان عمل شكاية ويجو يكون صعب لأنه كيكونوا بروفايلات في بروفايل حكينا عن الموادية مختلفة حكينا بالدين حكينا بالثقافة حكينا بالحريات الفردية وفي التقرير أيضا اللي عم بيكون في نقاش فيه داخل المجتمع أو الجالية العربية إذا فينا نسميها هيك هو طبعا الحريات الجنسية اللي عم تلعب دور اللي أهل بيقولوا أنه أنا لن أقبل بعض الأمور لأطفالي بسبب الحرية الجنسية لموجودة أولى المراهقين اللي موجودة أنت سكسولوجيست اليوم وقلت أنك عم تشرحي أكثر عن موضوع الجنس خاصة اللي بتعلق للنساء وكون عندهم توعية شو ردود الأفعال اللي بتوصل لك ممكن عقب واحد بالنسبة النقطة الأولى على مين بالنسبة الأطفال وليدي في المغرب يعني أنه في المغرب يتفرض عليهم الدين فاش كانوا في المغرب كانوا يفرض عليهم الدين وفي دين بالمغرب في دين واحد هو دين الإسلام هو دين الإسلام في أي ديانة أخرى وتفرض عليهم بس في يعني في ديانات أخرى موجودة بس القانون هو مستمد من الشريعة الإسلامية لا في واحد كالإسلام بالنسبة النصارى لك يعيش أو اليهود أو هناك مدارس في يهود موجودين كمان أيضا ولكن كان المدارس خصصة مثلا المدرسة الفرنسية لا يدرس فيها الدين بالنسبة للقانون مستمد من الشريعة الإسلامية كما الحال أيضا في مصر بس فيه كمان قوانين خاصة سعتب أقليات دينية أخرى وأنا ما كانش نقدر نقول شي حاجة لأطفالي ولا نقول لهم لا أنا لست لا ديني أنا لا دينية ما نقدرش وتفرض عليهم وعانى ومثلا بنتي كان عندها سبع سنوات والمدرسة شرحت لهم عذاب القبر وشت بنتي أسبوعيا ما بنام تقول لي أنا خايفة من عذاب القادبر وسبع سنوات ومرجع ونشوف هدافة تنوى أنتو لأقلكن كان التحدي بالمدرسة للمعلمة إذا تدخلوا أنه ما تصوم يعني أو لأنه الصيام كان التحدي لأقلي كان التحدي أنه دين أو لعب الدين كمان أيضا تدخل يعني اتنايناتو إذا صح التعبير هو يا حماية يا تدخل أنا بس عايزة أضيف حاجة معلش هو موضوع المدرسة اللي هي ما كانتش أعجبها موضوع الصيام ده والبنت بنعودها عليه وكده هو أنا برضو لدقيقني في الموضوع أنه المفروض أنت كده مش متقبلاني زي ما أنا بعاداتي بتقاليدي بديني المفروض أن إحنا جايين في بلد فيها حرية وتقبل للآخر زي ما أنا متقبلك زي ما أنت بعاداتك وتقاليدك وكل حاجة على دماغي من فوق زي ما بنقول في مصر فأنت أنا دا دايقني أن أنا حسيت أنت كده مش متقبلاني ما أنت لما تجيبيني وتنقشيني أنا إزاي بعمل ده ده معنى أن أنت برضو في حطة عدم تقبل أو معرفة أو حشرية يعني يعني برضو لمدة ساعة أو أكتر هي برضو مش قادرة يعني تحترم وجهة نظري يعني أنا معلش بقى مع احترامك وأنت مش هتفرض علي برضو حاجة يعني أنت أنت جيت وسألتني وأنا قلتلك والله إحنا بنعمل ده عشان واحد اتنين ثلاثة أربع خلاص أنا فهمتك وجهة نظري وفي نفس الوقت أنا ما أكبرتش البنت على حاجة ده أنا اللي بعت الأكل معاها بإيدي للمدرسة والبنت في اليوم ده فعلا ما كلتش ما صامتش قصدي سوري ما كملتش اليوم وما صامتش ولا بتاع نفس حالة بنتك فهو الموضوع في الآخر أنت طب أنت بتنقشيني كل المناشط المطولة دي عشان أنت مش متقبلة ليا مش متقبلة الكلام اللي أنا بقوله مش متقبلة وجهة نظري وده اللي أنا حسته في الآخر أننا بعدما خلصنا من نقشها هي برضو مش مقتنعة بلنا أنا قلتها لها وانت كمان ما اقتنع أنت باللي هي قالته اللي هي قالته أصلا ما فيهوش أي حاجة تقنعني أو ما تقنعنيش لأن البنت هي من وجهة نظرها ده ممكن يأثر عليها سلبيا طب هو حضرتك اديني واحد اتنين ثلاثة سلبيا اتأثر أنا حتى في الآخر قلت لها هل البنت تعبت في المدرسة هل البنت معرفتش تكمل يومها الدراسي بشكل طبيعي هي دي النقطة انت بتتكلمي فيها ما حصلتش انت بتتنقشيني في ايه فين الحجة بتاعتك عشان أنا اقتنع بيها بس وصلت الفكرة خلينا ننتقل من السوديو للشارع هنا في برلين ونسأل البعض هل بتفكر انك تترك ألمانيا وتتروع على مكان آخر أو على بلدك الأصلي طبعا هذه الأشخاص بيعبروا فقط عن نفسهم وهي من إحصائية أو دراسة إنما الأشخاص اللي بيحكوا بيعبروا فقط عن نفسهم أنا عمري ما غادر ألمانيا بصراحة يا داتي البلاد اللي غيرت مني كتير بصراحة مبدئيا لا لكن لو الأجواء السياسية أو الأمنية يعني تعكرت في السنين القادمة ممكن يكون وارد البقاء إن شاء الله لأنه ظروف عمل أحسن إذا سحل شغل أفضل مريح أكتر ممكن غادر ألمانيا بس بحس أنه بقائب ألمانيا يمكن لفترة طويل أنه بحب هذا بلد حاليا لا يكون السبب دراستولادي لأنه العربية تبعون يعني ونو ما يسو العربية تبعنا لا لو من هنا حط عبادت kriegt man was zurück هذا سنة ألمانيا لماذا يسو العربية تبعي؟ هلأ إذا تحقيق لي أرجع إلى بلدي أرجع أرجع إلى بلدي سوريا أما بالنسبة لألمانيا أنا ما عندي أي شيء أحكي على ألمانيا من يعبر أكتر شيء عنك محمد؟ سراحة ولا أحد أوكي لماذا؟ أنا أرى في الموضوع من منظور تاني تماما بجوز أرى في الموضوع من نسبة لحالة السوريين معظموا للموجودين يعني أنا بما أنه جيت من قبل بسنتين جينا ولغاية الآن لسا اليسار نوعا ما هو مسيطر بين الأحزاب وقوانين دعمي لللاجئين المناخ العام جيد لسا في تعاطف من المجتمع الألماني ولكن أنا مثل ما بيقولوا عنه بالعام أنا حاط إيلي على قلبي أنا بعرف أنه كل شيء حلو ما بيدوم كتير وبلش المناخ العام يتغير بلش القنوانين تتغير بلشت المشاكل تطلع يعني ونحن كلها نعرف حزب البديل اليوم أنه كل ما له عم يطلع على السطح فللأسف الشديد يبدو يعني أنه المناخ العام مستقبلا رايح لمكان مو من مصلحتنا يعني يعني نحن نتمنى أنه يبقى الموضوع مثل ما هو نتمنى أنه يبقى هذا المناخ الإنساني ماذا قال لك بالضبط يعني خلي قلبك يحكي أكتر شو شلي إليك يلي قال أنه المستقبل الخوف عدم الاستقرار الصراحة من اللهجات التي تطلع العنصرية بألمانيا يعني يعني نحن شفنا أنه من اليوم تم حظر صحيفة نانسي فيزار قررت حصر صحيفة ناطقة بالإنسان الحزب البديل فأنت تتصور اليوم ناو سيطر الحزب البديل وطلعت السياسيين وأصبحوا يقصدوا عشان نوضح للمتابعين يوم تم حظر مجلة كومباكت اللي هي تقلت أنه هي مجلة يامنية يامنية نعم متطرفة يعني الأشياء اللي بتحكي عنا ما بعل علاقة بحرية الرأي والتعبير فهي للجهة اليمينية قالوا أنه لأ راح يمنعوا فشو اللي قالك بمنع هذه أصدي أنه كصحف تصير ناطقة بلسان حزب البديل أنا هاد اللي عم بقصده ومع سيطرة حزب البديل على معظم المقاعد السياسية هذا الشيء اللي حيغير الجو العام والقوانين والمناخ العام اللي حيبلش المجتمع يتغير وللأسف مثل ما جينا نحنا بسيطرة اليسار والانفتاح الإنساني والسياسة الباب المفتوح إنتمعته ألمانيا مشكورة معنا يعني والأسف الشديد المنطق بيقول أنه كمان نحنا نروح بسيطرة اليمين يعني شغلة أنا صحيفة لوجه كثير وشغلة منطقية يعني حتى الآن ما زالت افتراضية افتراضية أنه عندك أنت في قانون وفي تستور وهو مش إذا سيطر حزب ففي غير القوانين متل ما بده لأنه بده طبعا إجماع بالبوندستاق وفي آليات مختلفة مع هو أستاذ اللي بيصيغ الدستور هو الأحزاب الأحزاب إذا السيطر تغير القانون يعني اليوم أنا مثلا كإقامتي إقامة حماية ثانوية وكل ياتنا سمعنا أن اليوم الحماية الثانوية يعني ما بنعرف شو مستقبلها فللأسف نحنا رجعنا للدائرة الأولى بالحيرة أنه نحنا شو مستقبلنا هون يعني أنا واحد مثل مني عدلت جهادتي وتعلمت اللغة الألمانية وبلشت تشغل وأولادي تسجلوا بالمدارس وكنت عم قول أنه خلص يعني هاي بلد الاستقرار فعلا بتقول يجي حداي يقول لك اللي عنده الحماية للثانوية رجعون أو يرحلون فهو يعني اللي عم تقول أنت بعبر عن التنوع الموجود في هذا الموضوع وأكيد أنتوا سمعتوه يعني البعض بيقول لك أدي واحد عنده رفحية بالنسبة للآخرين للشخص اللي بيكون هو بالموضوع مختلف أنه عندك رفحية تقول والله أنا بدي أرجع أو أنا بدي أترك البلد البعض الآخر إذا عاد في خطر على حياته البعض الآخر موجود هون لأنه بحث عن الأمان والقوانين مش فيه بحقه نحن كسوريين ما نشوف الموضوع بشكل مختلف تماما لأنه كل الأبواب نحن بسكر بوشنا بالنسبة للمجتمعنا كل الأبواب ما فيه حاليان غير إلا ألمانيا هي الباب الوحيد أو هي شائلة خلينا نقول للضو الوحيدة بوسطها الظلام كل الأبواب كل الأبواب اللي عم تفرض فيزا علينا كل الأبواب كل الأبواب اللي عم تعطينا الوش القبيح دول عربية إسلامية عربية حدس ولا حراج وهذا الشيء نحن خلانا نعيد التفكير بكل شيء الصراحة ما عندنا نفكرنا بعواطفنا صلنا نفكر بعقولنا صلنا نشوف مين متقبلنا مصر فتحة دايما بابها لكل الناس ومن أوائل البلاد السوريين جم يعني ينورونا وإحنا بنحبهم وهم بيحبونا وعايشين مع بعض زي سمنا أفتر شعب اتقبلنا وحضرنا هنا الحكومة المصرية بس مع شديد للأسف الشعب المصري وليس الحكومة الشعب المصري ما حكومته مشكورة ولكن مع شديد للأسف هلا من أسبوع ما برى إذا أنت وعم تتابعوا شؤون السوريين وبشكل عام خاصة بعد أزمة نزوح السودان تغيرت القوانين وأصبحت الإقامة السياحية للسوريين في مصر غير موجودة فرجعوا السوريين اليوم فتوا على مواقع السوشيال ميديا كله عميل لك ويبنى الروح برازيل أرجنتين بحر ألمانيا من الأسكندرية إلى البحر يعني المسلسل الأول في نقاش أيضا إذا بنحكي بكل شفافية موجود داخل اللي هنا في المجتمع في الجالية العربية الجنسية لما أخذ الجنسية سأرجع ساعتها أو أنا بكون أمنت حالي هل حصل معكم هذا الأمر الآن يسمح بإزدواجية الجنسية قبل ما كان يسمح بإزدواجية الجنسية أنا فيك حالي ترعتوا أن تتخلوا عن الجنسية المصرية لحتى تحصلوا على الجنسية الألمانية لما أخذتوا الجنسية الألمانية هي عالة تتخذها أنت بعض ما يكون فيه موضوع الاندماج وتشعر بأنك من البلد هل غير هذا الأمر يعني عندما عندما تخليت عن الجنسية المصرية وخدت الجنسية الألمانية شو تغير بالنسبة لك ولا أي حاجة فيش أي حاجة تغيرت غير أن أنا طبعا بعد الجنسية الألمانية بقى لي حقوق كمواطن ألماني حق الانتخاب وطبعا أن الجواز السفر الألماني يمنح يعني حرية السفر الدول المتعددة يعني ولكن لا أثر على شغلي ولا حياتي الاجتماعية في ألمانيا ولا أثر على أي حاجة هي مجرد إضافة إضافة لنوقت معينة في حياتي مش أكتر من كده بس فأبو لي أخدتلك ما أنا قلت عشان يبقى في حرية للسفر أكتر من دولة وده الجواز السفر المصري للأسفر ما بيمنحش كده أنا واحد بحب أن أنا أسافر واتنقل ويعني بحب أن أنا أتفسح معنا أصحي ما تغيرك لإلك صارتشعر أكثر أنك تنتمي أكثر إلى ألمانيا والآخرين صاروا يشوفوك كألماني لأنه صار عندك الحقوق والواجبات مثل أي مواطن ألماني آخر بزبط ده أنا ذكرته في الأول يعني أنت ما حسيت أكثر أنا بقيت ألماني أكثر الآن بقيت ألماني أكثر من مصري مثلا لا أكيد طبعا حسيت بحاجة زي كده عشان كده وقلتلك بألي حق الانتخاب في حقوق تانية طبعا مواطن الألماني بيباخدها عن اللي معاه إقامة ولكن هو ما أضفش في حياتي اليومية أي شيء والآخرين لما طلعوا لما صار عندك الجنسية حسيت بخير تعاون ألماني أو مصري لا ما فيش أي طبعا تغير يعني هو هيفر فيه لما أنا ألماني أو مش ألماني معاهم هو في الأول وفي الآخر بيتعامل مع شخص قدامه ليه بقى شغله ليه أخلاقه ليه كده ماروة لإلك كان لإلك مهم أنك تقولي أريد أن أصبح ألمانية وأي تكون معي جنسية ألمانية وأتخلى بذلك عن الجنسية المصرية أكيد أنا أخدتها وأنا بكامل أردتي يعني محدش غصبني عليها يعني أكيد ف يعني بالنسبة لي آه أخدتها وكان زي ما أحمد قال كده هي مجرد إضافة لكن هي ما غيرتش في الاختلاف في أي حاجة يعني في حياتنا اليومية في ألمانيا ما غيرتش بعد ما أخدنا الجنسية في حاجة غير أن إحنا بقى لينا حقوق أكتر عشان نحس أن إحنا منتمين أكتر لألمانيا زي حقوق الانتخاب والحاجات دي أن إحنا نقدر نقول صوتنا ونختار ويبقى لينا إرادة توصل مثلا أن هي زي ما أحمد قال ننتخب أو كده لما وصلته على ألمانيا تخيلت أنه في يوم هترجعوا مصر بالطريقة اللي قررتوا فيها ولأ خلاص يعني لما وصلته شو الصورة اللي كان عندكم إياها أول ما وصلته وكل واحد بدي حقق وبدأ أعمل وهذا البلد اللي جيت لها عنده وشو اللي تغير أحمد أنا من نسبة لي أنا جيت لأول كدراسة وكان حلمي أن أنا طبعا أكمل دراستي أن أنا في مجال الهندسة كنت كويس فيه جدا وحبيت أن أنا أدرس الماسترس بتاعي وأشتغل أزود خبرتي في المجال طبعا زي ما حضرتك قلت كان عندي أحلام أن أنا أطور من نفسي في الموضوع دوت ولكن طبعا أنا مش عايش لوحدي أنا معايا أسرة ومعايا أطفال فطبعا بيأثروا علي مش يعني طبعا بالإجابة أو بالسلبة يعني طبعا اللي حكنا اللي هو المجتمع وتأصيرات المجتمع غيرت بعد كده الفكرة اللي كان الواحد جاي بيها طبعا ده أكيد يعني لما أخدتوا القرار من كان أكثر اللي هو قالك لا خلاص أنت أولا هي يعني إحنا الاتنين طبعا إحنا يعني بناخد كل قراراتنا سوا ما ينفعش حد فينا يعني لازم فعلا ماتفقين عليه لأن لو في صدام ما بيننا أو عدم توافق ما هو أكيد الموضوع هيفشل يعني هي سواء جينا إحنا الاتنين مع بعض فكنا متفقين على النقطة دي ولما رجعنا أكيد كنا إحنا الاتنين متفقين على الوضع ده عشان نقدر يعني نكمل لكن لو إحنا أصلا ما بيننا مش هيكلة ما هو كده أصلا الموضوع يعني يعني هيفشل سواء قعدنا أو كملنا أو أيا كان يعني الوضع اللي كملنا بي كان وحشيني وخرجت في الأماكن اللي كانت وحشيني منالية ذكرات حلوة في ألمانيا برضو هي مش كل الحاجات كانت سلبية يعني فيمكن إحنا النهاردة محطوطين في وضع إن إحنا نتكلم عن السلبيات اللي وجهتنا بس لكن ألمانيا فيها مميزات كويسة دي حصيت حالي قبل وضع ده أنت اللي اختارت هو الفكرة إن أنا مش عشان رجعت يبقى أنا شايفة كل حاجة سلبية هي ألمانيا فيها مميزات ومميزات كويسة جدا وفيها سلبيات بالنسبة لي أنا مش ما كانتش يعني مناسبة لها إن أنا كمل هنا فهو لأن أنا عندي يعني يقين إن ما فيش مكان هو الأفضل في العالم يعني ما فيش حاجة اسمها إن هو أفضل على الإطلاق كل مكان له مميزاته ولا عيوبه وله سلبياته وله إيجابياته فهي ألمانيا أنا لها فيها ذكريات كويسة ولادي اليوم في ذكريات كويسة وأنا رجعت في شهر عشر أجيت عشان أسترجع جزء من الذكريات دي طب لح نوصل للختام شو لازم يحصل أو شو اللحظة لح تقرروا فيها ترجعوا تجي تعيشوا في ألمانيا يعني لا أنا بالنسبة لي معرفش يعني يعني أبكرتش بحاجة زي كده هي حاجة أولا إحنا يعني إحنا نيجي ألمانيا دي كده حاجة قدرية جدا لأ ترجعوا تعيشوا هون شو لازم يتغير في ألمانيا شو لازم يصير في ألمانيا لحتى تقولوا سأناعود وأنا عيش هنا يتغير في ألمانيا يعني مثلا بالنسبة مثلا لو حد عنده أطفال صغيرين مثلا لسه يعني يكبروا وعايزين يتعلموا دينهم واللغة العربية أنا شايفة مثلا الموضوع اللغة العربية ده فيه مشكلة كبيرة جدا ليه المدرسة ما يبقاش فيها لغة عربية كلغة تانية زي الفرنساوي زي أي لغة تانية ما هو من حق الأطفال العرب اللي جايين دي لغتهم الأم إن هم يحافظوا على لغتهم وأنا برضو من ضمن الحاجات اللي كانت مأثرة علي وخلتني أرجع لمصر إن لغتهم ما تروحش منهم يعني دي لغتهم الأصلية فأنا معرفتش ألاقي مثلا حاجة تساعدني في ده ما لقيتش أماكن موجودة حوالي سنتر ولا أي حاجة حتى يعني برايفت أو خاصة إن أنا أعلمهم فيها لغة عربية بس بالنسبة لك هانا شو لازم يحصل لأن أنت بالقليل إذا شفنا بوجهة نظر مختلفة شو لازم يحصل في المغرب لحتى ترجعي وتتركي فرنسا اللي بتشعريها اليوم بالأمان وتعودي إلى المغرب أول حاجة تغيير القوانين وده بقى الحمد لله إن جللات الملك الملك محمد السادس قام بتعليمات باش إعادة نظر مدونات الأسرة في هذه القوانين اللي تحددت عليها قبلها كالوصايا كالنفاقة كالإير التعصيب كل شي هذه القوانين وكذلك نظن من الأشياء اللي تشجعني هو فصل الدين عن الدولة في المغرب باش تكون دولة علمانية باش يكون حريات المعتقد وحريات الحرية إنسان يمارس الحياة اليومية دياله وبلا ما تكون عليه سلطة دينية مثلا نحن لا دينيين ما يتفرج علينا مثلا في رمضان نحن في المغرب نحن في المغرب رمضان إفطار العلاني يعاقب عليه القانون ينحبس وغرامة وهذا يعني شيء طبيعي أكل يعني تمارس حقوقك الطبيعية شكرا لجميع ضيوفي وضيفاتي على وجهات نظر مختلفة اليوم في البرنامج خلصنا 45 ثانية إذا أقل من 45 ثانية وأنا بودع المتابعين بس لازم أقل أنا بس عايزة أقول للهناء إن أنا يعني أسفة جداً لكل حاجة سيئة هي مرت بيها وعايزة يعني يعني أقول لها إن أنا حس بكي كأم لأن كلنا أمهات وكل واحدة أم فينا في الآخر أنت قلتي هي هتحس مهما اختلفنا يعني كل واحد فينا له حرية الاختيار بس إحنا في الآخر أمهات وكل واحدة فينا بدور على مصلحة أطفالها من الآخر بطريقتها وبوكة نظرة لأن دي فطرة فينا تكس تايد بطريقتها شكرا للمتابعين ومتعب شكرا للمتابعين